فجأة شفت نفسي بحول حق الآيفون يعني أنا عندي آيفون قاية استخدمه قاية جهاز ثاني لكن قلت خلح حول حق الآيفون اليديد الواجهة اليديدة الطريقة اليديدة لفتح كفضل الجهاز ما عندي زر في الأسفل الشكل الجديد حق الآيفون حولت حق الآيفون 10 لفترة معينة والأمانة التجربة عجبتني بالنسبة لاستخدام الجهاز راح تتعود بسرعة بالأخص أنه الحين وايدة أجهزة صينية تعتمد على واجهة شبيهة بواجهة الآي او اس يعني البرامج ونظام الصفحات أيضاً آي او اس نفسه صار فيه شغلات شبيهة بالاندرويد مثل صفحة الوجت وأيضاً شريط التنبيهات فبالنسبة لاستخدام المفروض تتعود عليه بسرعة لكن النظام فيه اختلافات بعضها كان زين بالنسبة لي وبعضها كان غير جيد وما قدرت أتأقلم معه مثال نظام التنبيهات التنبيهات على اندرويد أفضل بكثير يعني حتى التفاعل من التنبيهات نفسها راح يكون أفضل سواء من ناحية البار العلوي وإيقونات التنبيهات أو حتى التنبيه نفسه لمن يوصل للجهاز مع ذلك في ميزة موجودة في الاندرويد هي ترتيب التنبيهات على حسب وقت وصولها موجودة على الآيفون غير شديد العدادات حسم لخبطها أكثر على آي او اس أكبر مثال أن المستخدم لازم يدشعر على مكانيات الوصول للدخول على العدادات تخص الشاشة مثلا لكن مع ذلك فيه عدادات مميزة غير موجودة على الاندرويد مثل الصلاحيات طريقة التنقل اليديدة باستخدام السحب ممتازة وأحسها أفضل طريقة التنقل بالنسبة للشاشة الكاملة هي الموجودة على الآيفون وأفضل من الاختيارات اللي جربتها على الاندرويد لحد الحين لكن أتمنى طريقة الرجوع تتغير تصير بدل من اليسار لأن الحين عشان ترجع من صفحة لصفحة لازم تسحب من اليسار لليمين أتمنى يخلونها أيضا من اليمين لليسار إذا رحنا للبرامج أغلبها موجودة على الاندرويد لكن نسخ الايو اس أحسها أفضل وأكبر مثال هنا برامج التواصل الاجتماعي الكاميرا والتصوير ممتاز على الجهاز وتصوير الفيديو أعتبره الأفضل حاليا لكن أعدادات التصوير مموجدة داخل برنامج الكاميرا نفس الاندرويد لازم تطلع وتروح لعدادات عشان تغير في أعدادات التصوير أما بالنسبة لفتح الجهاز عن طريق بصمة الوي فرح تتعود عليه مع الوقت ممكن يكون غير مناسب في بعض الأحيان يعني كنت تتمنى لو كانت البصمة موجودة بالإضافة لبصمة الوجه نفس الأجهزة اللي موجودة على الاندرويد حاليا لكن هذا الموجود عندك فرح تتأقلم معه بشكل سريع وأيضا في عندك نظام ثاني يعني إذا ما تقدر تستخدم البصمة تقدر تستخدم الرقم السري أربع رقام المفروض أنه يعني إذا بيأخذ وقت زيادة ما عندك ما راه يأخذ أكثر من يعني خمس ثواني زيادة لكن تصميم البار العلوي وتصميم النوتش الأعلى المفروض أنه رح يتم تعديله يعني يتمنى يتم تعديله بالنسخ القادمة لأنه يعتبر كبير خصوصا أنه الحين إحنا 2019 اللي راح قاعد نشوف أجهزة بشاشة كاملة قاعد نشوف أجهزة في نوتش أو القصة تكون تير دروب أو تكون قصة صغيرة فهذا تمنى أنه راح يتعدل في النسخ القادمة بالنسبة للشاشة فهي شاشة ممتازة بالنسبة حق الألوان بالنسبة حق الوضوح لكن الإضاءة حسيتها إنه إضاءة قليلة خصوصا لما تستعمل الجهاز في الشمس بالخارج وأيضا لا ننسى أنه عندنا القصة الكبيرة الموجودة على الشاشة بالنسبة للصوت فهي عندنا هنا سماعات استيريو والصوت واضح وعالي وجدا ممتاز بالنسبة حق الصوت من اليمين ومن اليسار الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم السواء فالسماء مسواء النسبة سماوات وهو بكل شيء علي في شغلة بعد كنت أتمنى تكون موجودة أو أتمنى تكون موجودة بالنسخة القادمة من النظام اللي هو تشغيل برنامجين بنفس الوقت يعني هذه شغلة استفيد منها نوايد بالأندرويد خصوصا مع برنامج الخرائط مابس لما تطلع من برنامج الخرائط يزغر لك يا حط لك شاشة صغيرة على الجنب أتمنى أن هذه الشغلة تكون موجودة على الإصدارات القادمة من النظام أما بالنسبة للمساعدة الصوتي سيري فالأمانة حسيت أن زر تفعيل سيري الموجود في زر الطاقة غير مفيد إطلاقا في بعض المرات يعني أشغل سيري بالغلط وسيري بالنسبة لي أنا ما حسيتها مفيدة وايد كثر برنامج جوجل أو مساعد جوجل الصوتي وهنا الكاميرا تبرز بشكل واضح من ظهر التلفون وحتى بشكل حاد يعني هنا أكثر من مرة لما تحاطم على جهاز تاني يكون زالغ الشاشة يعني هنا رح تضطر تستخدم كفر وإني اختياراتك غير محدودة بالنسبة لأكسسوارات لأن تقريبا كل الشركات عندها أكسسوارات تخص الآيفون آخر شي نشوف السعر اللي يعتبر غالي إذا تبتأخذ الفئة العليا وما تأخذ نسخة الأر اللي تقريبا ما أنصح فيها إذا تقدر تأخذ نسخة الأس أو نسخة العليا بالنسبة حق الآيفون بالنهاية هل رح أستمر على الآيفون أو أرجع على الأندرويد للأمانة رح أرجع للأندرويد وممكن أنتظر جديد أبل في نظام آيو اس ترجمة نانسي قنقر